كثيرة هي المشاكل العالقة في ذيقار إلا أن الطمر الصحي فيها أصبح حديث الساعة والذي تسبب بمشاكل صحية لدى المواطنين نتيجة الروائه والحرائق التي لا يخلو يوم منها بعد قيام أشخاص مجهورين بحرقه للحصول على بعض المواد التي يعتاشون عليها لأغراض مالية رابوا من وراء الدخان يصير الدخان علينا سكر الباب هنا لا تطلع لما يأخذ شرجي تصل سموم هذا الطمر خصوصا بالليل عند الحرق هذا الطمر الليلة يعني توصل الدخان توصل السموم حتى ناحية الفضلية يعني يا أخي أريد حل أريد مسؤول فد بلدية الناصرية حل هذه المشكلة دائرة البلدية في مدينة الناصرية والمسؤولة عن هذا الطمر الذي يقع وسط المدينة لم تتخذ أي خطوات لمنع وصول ما يعرف بالنباشة الذين يقومون بعمليات الحرق مبينة إنها تعد خطة لنقل الطمر خارج أسوار المدينة بعدما أصبح يشكل خطرا على الأهالي هناك مشكلة مستمرة هي عمليات الحرق في موقع تجميع النفايات للطمر التابع إلى بلدية الناصرية من بعض المعالجات السريعة لمنع هكذا حالات تم المباشرة بحفر خندق يحيط بالطمر وأيضا وضع ساتر ترابي بارتفاع ثلاثة متر أو أكثر لمنع دخول النباشة إن شاء الله ساعين مع السيد المحافظ وحسب توجهات السيد محافظ ذيقار بنقل الطمر إلى موقع آخر واحتبار الطمر الحالي كمحطة وسطية إن شاء الله ولكن تبقى الحلول الحكومية لا تفي بالحاجة ومعاناة المواطنين مستمرة مع خطوات لم ترتقي إلى مستوى المسؤولية في ظل تعاقب الإدارات التي لم تتمكن من الوصول إلى حلول جدرية هنا الواقع المؤلم لمدينة الناصرية وهي تعاني من مشكلة أزلية تسببت بالقلق لدى الأهالي بسبب السموم التي يبعثها الطمر الصحي لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار